اليوم في رحلات البش مهندس سنتعرف على أفضل الأماكن السياحية لقضاء شهر العسل مقاطعة مايو تقع مقاطعة مايو في إيرلندا وتعتبر من أفضل الوجهات السياحية عالمياً لقضاء وقت رومانسي ولطيف أثناء شهر العسل حيث تضم المقاطعة قلعة آشفورد الشهيرة وهي قلعة تاريخية عمرها 800 سنة وفي داخل أسوارها يمكن القيام بالكثير من الأنشطة المرفهة للأزواج مثل ركوب الخيل ولعب البلياردو في غرفة البلياردو الفخمة وفيها الكثير من الممرات السرية بالإضافة إلى الأسرة المحاطة بمظلة كما كانت الحياة الملكية في القرون القديمة التي تدخل الزوجين في أجواء الحياة الملكية أثناء البقاء هناك البندقية تعتبر مدينة البندقية واحدة من أفضل الوجهات لقضاء شهر العسل في العالم فالمدينة عبارة عن تحفة فنية مليئة بالأبنية ذات الهندسة المعمارية الفريدة من نوعها بالإضافة إلى معالم التراث الثقافي والموسيقى الجميلة في أحياء المدينة وفيها بحيرة مالحة خلابة واللوحات الفنية في الكنائس وميدان سان ماركو وغيرها من الأماكن الأثرية تعتبر الوجهة السياحية الأفضل في العالم للتمتع بشهر عسل مليء بالرومانسية حيث تسعى الفنادق والمنتجعات إلى توفير أكبر قدر من الظروف الرومانسية للأزواج بحيث يشعران أنهما فقط من تبقى على وجه الكرة الأرضية كذلك تتميز بورا بورا بمشهد غروب الشمس الذي لا يشبه غيره من أي مكان من كوكب الأرض جزيرة فوكت تعتبر فوكت التايلندية واحدة من أفضل الوجهات لقضاء شهر العسل في العالم فهي عبارة عن جزيرة خلابة مليئة بالشواطئ ذات الرمال البيضاء والمياه ذات اللون الزمرودي ويمكن القيام بالعديد من الأنشطة المائية الترفيهية فيها وزيارة الأماكن الليلية للسهر وأماكن تسوق رخيصة جدا بالإضافة إلى أنها قريبة ومجاورة للعديد من الجزر الأخرى التي يمكن استكشافها ترجمة نانسي قنقر